قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين ان الحكومة الحالية بدأت تنفيذ عمل مشروع سفينة بها خط سكة حديد بيسمح بنقل قطار بضائع للربط بين موانئ مصر وإيطاليا لنقل البضائع والمنتجات بتكاليف أقل كما سيكون هناك أيضا خط للربط بين ضميات وباقي المحافظات حتى سفاجة لتوزيع المنتجات والبضائع من وسط أوروبا لدول الخليج وباقي دول العالم